وفي استطلاعا ليو تي في أفاد ناخبونا من مدن الوسط والجنوب أن أساليب المرشحين في إقناعهم مكررة ومتشابهة تعكروا على عودة عفوا تحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل العاطلين وتوظيف أصحاب الشهادات بالتأكيد اليوم المرشحين بدأوا يتجولون داخل شوارع بغداد باعتباري أحد ساكني بغداد التقيت بأحد المرشحين المشكلة أنه نفس الأفكار جاي تطرح الأفكار القديمة إحنا جاي نسمع بشارع أنه المجرب لا يجرب ماكو حد طرع في فكرة جديدة من ندخل على مواقع التواصل الاجتماعي الحفل الانتخابي لفلان مرشح ماكو برنامج انتخابي كل المرشحين الموجودين حاليا داي يسوون نفس الشيء اللي صار 2018 2014 و2010 وقبلها داي يرجعون مثلا يرتكز على شخصية سياسية أو شخصية أو رجل دين معين ويخلي صورته مجرد صورة بصف صورة وهذا يعني ماعتمد على هذا الشيء أن الناس بل كتتحب فلان شخصية بل كتتنتخبني يعني هذا البرنامج الانتخابي الموجود حاليا صراحة أبد أي مرشح ما التقيت به ولا قدم برنامج انتخابي ولا شفناهم أصلا حتى هما نزوا على الساحة مجرد اجتماعاتهم التي تكون مغلقة مع أعضاهم ومع أعضا حزبهم أما بالنسبة لحنا كمواطنين عاديين ما شفنا أي مرشح ولا ناقشت أي مرشح لم يعرض أي مرشح من المرشحين برنامجه الانتخابي عليها ما نراه في الغالب هو مجرد صور مرشحين دعايا كبوسترات وبها اسم المرشح ورقمه التسلسلي نتمنى لو أنه المرشحين الموجودين يعرضون برنامج الانتخابي حتى يعني نعرف أهدافه شنو أهدافه اللي نسويها بالمستقبل بقبة البرلمان بقبة البرلمان